اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احبا المشاهدين في كل مكان في العالم برحب بكم بحييكم من برنامجنا الكرمة مباشر من قناة الكرمة بنحييكم في كل اقطار المسكونة في حلقة جديدة من حلقتنا في الكرمة مباشر والنهاردة بيشرفني ان يكون معنا الاسيس الكس حنة خادم الرب الامين رجل الصلاة المبارك اهلا بك اسيس الكس برحب بك اخت سلوة وبرحب جبيع المشاهدين وكل السنة والكرمة طيبة بعيد الحصاد ومتوقعين ان كل اللي بيشاهدونا يكونوا بيشاركوا فعلا وبيكلمونا يعيدوا على الرب في الكرمة ونقدر نسدد الاحتياج الباقي حوالي 130 الف في اسم الرب يسوع يا رب احنا بنرفع الحلقة بين ايديك وسقين يا سيد الرب في حصاد البركات وسقين يا رب في انك بتتعامل مع كل المشاهدين والمشاهدات مش عشان يكونوا مجرد بيشاهدوا من بعيد لكن يكونوا شركاء حقيقيين يا رب فعملك في الكرمة شركاء في البركة شركاء في حصاد الايات والعجاب وشركاء ايضا في العطاء بصورة عملية نعم يا سيد الرب فعل هذه الحلقة واستخدمها المجد اسمك وكلم كل قلب بيشاهدنا لتزديد الاحتياج المتوقع امين امين مبارك اسم الرب انا عرفت ان اللي بقينا 113 اسيس الكس فامين ومسقين ان الرب هيسدهم خلال اليومين 3 اللي بقيين والحقيقة احبانا مشاهدين احتفال بعيد الحصاد ده نهضة رائعة نصف سنوية فيها بنختبر امجاد وبنشوف اختبارات والرب بيسد احتياجات وبنكمل خدمات وعمل الله في الكرمة بنكمله الى النصف سنة الاتية انت ان الرب في مجيه عشان كده احنا بنكمل في جو الحصاد وجو الصلاة لاجل استكمال المصاريف اللي بقي على القناة علشان الرب يكمل عمله من خلال حضراتكم الحقيقة النهاردة الحلقة الاسيس الكس اختار لينا لها عنوان رائع اسمه الوكيل الامين وانا بشكر كل الوكلاء الامناء اللي الرب اقامهم على هذا العمل واللي الرب حط على قلبهم انهم يقفوا معانا في الثغر كرجل واحد زي ما الشعب مرة في القديم وقف مع شاول قدام نحاش العموني علشان كان عايز يأور عينين الشعب في الوقت ده ويزلهم فوقف الشعب كرجل واحد وانا بسق وبأؤمن ان كل المؤمنين الاطقياء اللي زي حضراتكم اللي سهموا معانا وما زالوا وقفين معانا في الثغر ووقفين على الاسوار وبيصلوا لاجلنا هم الوكلاء اللي الرب استأمنهم على الخدمة العظيمة اللي الرب يسوع وحده هو اللي اقامها في قناة الكرمة عشان كده كلمة الوكيل الامين بتنطبق على كاثرين وانا واسقا نروح القدس اعايزها تنطبق على ناس تنين يطلق عليهم الوكيل الامين ايضا طلب مني الاسيس اليكس اني اقرى بعض الاعداد من انجيل وقى اصحاح 12 من عدد 36 بيقول كده لوء 12 36 وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت توبل اولاك العبيدة الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق ويدكئهم ويتقدم ويخدمهم واني اتي في الهزيع الثاني او اتي في الهزيع الثالث وان اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوب لأولئك العبيد وانما اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية ساعة يأتي السارق لا سهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا انتم اذا مستعدين لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان فقال له بطرس يا رب الانا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا فقال الرب فمن هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوف في حينها توبل ذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجد يفعل هكذا بالحق اقول لكم انه يقيم على جميع امواله بالحق اقول لكم انه يقيم على جميع امواله والحقيقة فعلا الاية اللي بتقول فمن هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه على كل خدماته ليعطي للناس العلوفة في حينها اللي هي الاطعمة الروحية احنا دايما نقول العلوفة هي الطعام الجسدي مش في كل مرة بيكون كده لكن الطعام الروحي الباقي للحياة الابدية هو الاهم من الطعام الجسدي الطعام الجسدي للجسد والجسد ميسير ويفنى لكن الطعام الروحي يبقى فينا ومعنا الى الابد علشان كده بنصلي ان الرب يجعلنا وكلاء ومناء وعلى فكرة الوكيل الامين لازم لازم يكون لي علاقة قوية جدا بسيده مش ممكن يكون حد عنده بيزنس والوكيل بتاعه يا أسيس أليكس ما لهمش علاقة بوعد دفوادي ودفوادي مش ممكن طبعا لكن لازم ودنه تبقى مع سيده لازم عينه تشوف سيده لازم يسمع كلامه باستمرار عشان يكون وكيل امين لازم ينفذ تعاليم سيده لازم يحب سيده علشان يقدر يحب العمل بتاع سيده فإذا الوكيل الامين ده شخص رائع جدا بصلي ان الكلمة دي تنطبق على كل واحد فينا وانا واحدة من الناس بسأل بقوله يا رب هل انا ممكن تعتبرني وكيلة امينة على عملك ولا احتاج اني انمو في المعرفة وفي النعمة وفي العطاء أكثر حتى ينطبق علي هذا القول ايه رأيك أسيس أليكس في الوكيل الامينة؟ هو ده لقب حلو جدا الرب ده لينا اكتر من شركاء لان الوكيل دايما بيعيش على خير السيد طبعا ودايما بيعيش على امكانيات السيد فكل الامكانيات اللي الرب بيحطها في ايدينا اولا موجهة لخدمة الرب وبشكر الاحباء اللي ساهموا لغاية دلوقتي بجزء كبير من المبلغ والمبلغ المتبقي ده حاجة بسيطة بناشت جميع الاحباء لو بتبع التكست لو بتكلم الكرمة الرب عاوزنا وكلاء ومناء اكتر من شريك الوكيل ده يعني فيه ارتباط بين ان الرب يعطينا الملكوت ونحن نبيع المال ونعطي صدق او نقدم من المال الوكيل دايما الرب بيأتمنه على وزنات في الخمسة بيبقى عشرة بيبقى عشرين وهو عايش على خير السيد مش معقول الرب هيدي له كل الوزنات دي وهيكون محروم من كل حاجة فتعريف الملكوت هنا لما بيقول سر أن يعطيكم الملكوت الملكوت ده مكتوب عنه انه ملكوت الايات والعجائب دانيال الاصح الرابع بيشاهد نبوه خزنصر عن هذا الملكوت وفي عدد اثنين وثلاثة بيقول الايات والعجائب التي صنعها معي العلي حسن عندي ان اخبر بها اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها ملكوته ملكوته ابدي وسلطانه الى دور فدور فالرب النهاردة عاوز يدفع للوكلاء سلطان ايات وعجائب والملكوت الابد بس بيحط شرط صغير انه يعطينا ملكوت الايات وملكوت القوات انه نبيع ملنا ونعطي صدقة لاني لما بقدم الحقيقة الكل من يد لما بقدم بنقول له من يدك واعطيناك فانا لما بقدم من يد الرب العطية اللي انا بقدمها انا بناشد جميع الاحباء ما نكونش بنسمع بس لكن تكون خطوط التليفونات التكست لو عندك طلب الصلاة لو عندك حاجة الله بيدعونا لاختبار ملكوت القوة وملكوت الايات بان احنا نقدم من مالنا كمان اللي انت بتعمله ده بتعمله لخيرك ناس كتير بيقولوا المرتب مش بيكفي الفلوس مش بتكفي لما كنت بزور دول مختلفة فقرات مختلفة الناس كلها كنت تسألني سؤال واحد هو امتى بيجي عيد الحصاد احنا بنستثمر في عيد الحصاد كنت بشوف ناس عندها بيوت رائعة دخلت بيت كده في الاراضي المقدسة وشفت بيت قد ايه جميل وتغير حال الولاد وابتدوا يشاركوني عن اختباراتهم في عيد الحصاد بيت مجهز من كل الامكانيات الرب ادهولهم بيت كاش وبيتقول لي احنا لما بنشترك في عيد الحصاد كنا عاديين في أبارتمنت كنا عاديين في شقة بالإيجار والزوج ما كانش عنده شغل والأولاد ما كانش عنده شغل لكن لما سمعنا التعليم الصحيح عن ان الله يعطينا ملكوت القوة والآيات والعجاب لما نبيعملنا ونقدم صدقة في عمل الله ويعمل لنا كنوز احنا مدينا قدينا في العمل واستصمرنا فالرب حولنا من مستأجرين الى ملاك والرب حول ولادي ابني كان بيشتغل بالأجرة عامل في شركة بيطلعوا عن ايه اربعين وخمسين ساعة ومش بيدولوا حقه دلوقتي هو صاحب عمل هو صاحب الشركة والبيزنس هو اللي بيؤمر وما فيش حد فوقيه والبيزنس ماشي مية مية والرب مباركه روحيا وزمنيا الابن اللي وراء خف من مرض مستعصي فانا عاوز اقول لك النهاردة احنا في الساعات الاخيرة او في اللحظات الاخيرة من عيد الحصاد لو انت مشتركتش انا بتحدك النهاردة اقدم عطيتك وابعد طلبتك لانه لما بيقول اعملوا لكم الحقيقة احنا مش بنشحط ربنا ولا بنقدم صدقة لله لك انا بعمل مستقبل ليا وبعمل مستقبل لولادي انا اللي بعمل بيقول اعملوا لكم لما بتقدم العطية انت بتعمل ليك بتعمل ليك ايه اكياس لا تفنى بعكس حج لما قالوا تأخذون اجرة لكيس منقوب تأكلون وليس الى الشبع تشربون وليس الى الارتواء في ناس كتير عندها مشاعر ضياع بتاكل وبتشرب وبتشتغل وكده بس يقول لك انا عندي احباط فيه روح فشل فيه روح ضياع لانه كله موجه للجسد للأكل للشرب للإيجار ما فيش حاجة طلعة للرب في اتجاه ملكوت القوة وملكوت البرك لما كنت كده برا في جيرسي في مؤتمر الصلاة عدة نفوذ جات ام جاية ومعاها توقع بتقول احنا ما كناش بنخلف لنا عشر سنين لكن من خلال عطقنا واشتراكنا وصلتولنا في عيد الحصاد ادي توقع من الرب ناس كتانيا مكنش عندها شغل ابدا احنا كنا بندي اخر جزء عدنا في عيد الحصاد وكنا خلاص بنقول يا رب احنا بنضب الشنط وبنوضب الشنط ورجعين مصر كل حاجة خلصت مفيش اي فرص تانية لكن وفي مؤتمر الصلاة هما بيشهدوا قالوا لي واحنا بنعمل كده وبنقدم اخر مبلغ وبنستسمر للرب في عيد الحصاد واحنا قطعنا التذاكر ومشيين خلاص قبل ما نمشي بـ 48 ساعة دلنا خطابات عمل انا وزوجي والرب ما رضيش ان احنا نروح مفلسين ولا فشلين ومن ساعة اليوم ده مستمرين في العمل لنا عشر سنين ما انتهاش بنجدك عايز المشاهد انك تمدي ايدك معنا حيث لاقرب صارق ناس كتير قعدة الآن على اللي عندها لحسن يروح يقولك الاسعار بتطلع وتنزل واسعار البيوت بتطلع والنازل ولما بيحصل للحكومة في امريكا بريك داون او شوت داون في الحكومة يقولك البيت اللي انا كنت شاريب خمسة بية هيزل بنتين والبورصة في الطالع والدازل والعالم في الطالع والنازل والامور غير مستقرة لكن الحاجة الوحيدة اللي دايما في الارتفاع وليس في الانخفاض هو استثمرنا في ملكة الله صح عارف يا أسيس آلكس ولاحظ الايام اللي فاتت كذا تليفون اكون في ناس بسأل عليها واقلهم اخباركم ايه ويكونوا مثلا كانوا تعبنين او كده فتقول لي بعد ما نتكلم ونصلي وكده تقول لي صليلي اخت سلوى لان انا ما عايش قليل وعارف ان انتوا في الحصاد فمش قادرة تبرع لكم واحدة تانية مثلا تقول لي المراس بتاعي مش راضيني دهوني بس اوعدك ان لو المراس بتاعي جي من البلد انا هدفع للكرمة فتقول للناس دي ايه ان المعايش بتاعي مش هقدر ادفع منه والمراس لو جيه هدفع ولو ما جيه معلش ربنا يسمحني فبقى مش عارفة ارد عليها اقول لها ايه يعني افضل فرصة اخت سلوى ان احنا نقدم زي اهل المجدونية في اختبار ضيقة شديدة صحي كده مش لما يكون عندي لانه ده من الفقد يعني لما يكون عندي انا بقدم من الفقد لكن لما بقدم زي ارمالة صرفة صيدة اخر كور دقيق واخر كور زي طبعا واحنا عندنا اختبار عملي في الموضوع ده بالزبع في عيد الحصاد كان معنا الاسيس شادي الاسيس شادي في عيد الحصاد اللي فات وكان بيقول على الهواء كلها انا بعد نهاية عيد الحصاد رايح في لوريدا بس الدنيا كلها بتقفل المدير اللي احنا مؤجرين منه دور واحد من الثلاث دوار قال للاسيس شادي انتو عدوكم ست اجتماعات في اليوم والناس بتشتكي من الباركينج واحنا ما نقدرش نهندل تلات تلاف او 2500 والمفروض تدور على مكان تاني وكان فرحان جدا في عيد الحصاد فقال انا هكسر الاتاك اللي علي وهكسر الهجمة اللي على كنيستي وهعمل شيك مفتوح من اين يا اسيس لما انت هتمشي من عيد الحصاد لها تلاقي ولا هتلاقي داخل ولا هتلاقي حاجة وقال انا من احتياج الشديد ومن المبلغ اللي مش موجود انا بفتح الدنيا علي والرب هيوسع التخول استغربنا كلنا لانه السيس هيسافر قالوله الدنيا كلها بتأفل وده على عكس التأفيلة قالك انا هفتحها على الرابع مع الرب وعمل مرة واثنين وكده فالرب اداني كلام علمي لي وحكمة قلت له السيس والرب بيغير من مستأجر لمالك وانا شايف ان الرب المشكلة تحلت قبل ما توصل في لوريدا هو كان فضله 48 ساعة ويسافر او تاني يوم يسافر فقال لك يعني الاسيس الاسيس بيحاول يطبطب علي ويشجعني فقال لي شكرا على مواساتك لي في الضيق لكن حصل فعلا ان نفس المديرة اللي قالت بها تمشي وما فيش مكان والدور على مكان تاني قبل ما يوصل في لوريدا اتصلت به وقالت له المكان معروض للبيع وشوف ابريزل وتعالى اشتري الكنيسة ثلاث دوار والباركينج لوت وبسبب انه عمل شيك مفتوح بكم الف للرب خد خصم في المبنى وخصم في الكنيسة ثلاثة مليون دولار الارض كانت باثناشر مليون وتقديرها باثناشر مليون والكم الف اللي دفعها في اوبن ماتش وفرت ثلاثة مليون وفعلا روح الاسيس شادي من شخص تهديد ان الكليسة تتقفل والمبنى يروح وإيجار وخرج من عيد الحصاد من مستاجر الى مالك انا بستعزم من المخرج اخونا الحبيب مجدي لو يورينا الاختبار وابل انجليزي بس انا هبقى ترجمه كمان هبقى المشاهدين خلينا نتلع نتفرج على الاختبار ونرجع نكمل معكم yes I welcome you pastor and thank you for serving the Lord together through almost 14 years throughout karma doing that bless you you shamed the money today touched on my heart I give you the opportunity thank you it's an honor and a privilege to be serving the Lord with pastor Alex and this man is a true man of God have a beautiful prophetic gift and God use them in a mighty way about a year ago exactly our church was in a very bad spot I was here serving the Lord in El Karma TV and we were looking for a place and we are in a situation that were getting kicked out the place where we're at we've been leasing there for seven years and through the process we saw another opportunity to have another property close by but the deal fell through and right after the deal fell through I was here at the Karma TV just 자م dipped essentially God trois cuz we've had an incredible need كارما TV and the Lord put it in my heart to have an open check just said whatever any amount that will come in we will match it as a church just sawing a seed believing God for a solution and answer to our building situation in the end of the episode Pastor Alex got out of his chair walked right into my chair and he spoke just a soft word very casual nonchalant and he said this he says what what you believe in God for them the day the moment that you land in Orlando the miracle is already done and to be honest I was very skeptical I told him he's always encouraging he's a nice guy I did not really think much of it simply because before I came to California we searched literally every inch of our city we know every realtor we know everything available and there's nothing that we could do in few six weeks that we had left but he looked at me said do you receive it and I was very skeptical but I said yes I receive it but I'm not sure exactly what is gonna happen or how it's gonna happen and the amazing miracle when I landed in Orlando he said when you land the miracle is already done when I landed in Orlando it was a Saturday I had to we have four services on Sunday a preacher completely forgot about what he said on Monday the building pro the building manager came to me she said the owners want to talk to you the owners of the property we're being leasing there for seven years and I was a little worried about that simply because I had a very heated discussion with her before I left to the building manager and I told her you know it's not right that we have to leave and the building end up half empty and she said what do you want I said why don't you just give me this building I said you're out of your mind it's a headquarter of a big well respected Christian publisher and and that's their headquarters it's been there for years very well established so to make a long story short she took that conversation to the owners the owners want to meet with me there was Monday afternoon I said I can't meet she's okay Tuesday and it was exactly to the day it was Tuesday May 15 when I met with the owners and upstairs and and just you will know this is the headquarter for charisma media yes so this is where charisma magazine comes out of all the Christian publishers that they publish many great well respected names and incredible people good friends of ours joy and Steve strength and joy said this well our real estate are for sale if you want the building go ahead and get a praise and the miracle of them be willing to sell the building it was the miracle that pastor Alex prophesied three days before this whole thing having and he said this he says before you land in Orlando the miracle is already done they already made up their mind they're gonna sell this building to us but the truth is God did not release what he have for us except when I released what I can do to help and sometimes the seats in our hands if it's not enough for us to eat then these are seats for us to sow and when we sowed what's in our hand God released what's in in his hand it's five beautiful acres with two buildings one is 68,000 square feet three stories and one is a large warehouse 20,000 square feet it's absolute miracle of God was appraised at twelve and a half million dollars they graciously sold it to us for nine million dollars it was absolutely nothing short of a miracle and pastor Alex prophesied this right before I left a year ago I love you and thank you for allowing God to use you this way I appreciate you you are a man of God thank you full of testimonies and the holy spirit God is good appreciate God that he allowed to know one another tell me about the � الزحمة في المكان والعربات الكتيرة الجران اشتاكوا او الناس اشتاكوا انه يعني يوم الحد ده يوم اجازة وإحنا مش عاوزين عاوزين نستريح في اليوم ده وعملوا شكوى فبسبب الشكوى قالوا له انت لازم تمشي وفي ليك ميري يعني الاماكن محدودة وهو بيقول احنا دورنا في كل مكان وحاولنا نلاقي وكان يعني في ليك ميري المساحة صغيرة ومحدودة وملقوش هو قال عدة ارقام منها مثلا الويرهاوس المكان اللي هو زي مخزن تقريبا عشرين الف قدم ومساحة الكنيسة والمكان خمسة فدان والطوابق اللي موجودة فيها والباركينج فالمفروض انه هو ماشي هيرجع مش هيلقي حاجة بسبب الشكاوى اللي حصلت لكن قال انا كنت عاوز اكسر الضربة اللي علينا وعاوز اشوف الرب ممكن يعمل ايه فتبع هذا المثال وبيعوا مالكم واعتوا صدقة وهو بيقدم الشيك المفتوح للرب رغم انه ده المفروض كان يوفر ويخلي باله لانه كل حاجة بتروح هيرجع مش هيلقي مكان للاجتماع ويمكن ما يلاقيش اعضاء وما يلاقيش فهو تحدى وقال الكنيسة كلها احنا هنكسر الضربة اللي علينا والاحتياج للمكان بالشيك المفتوح اللي احنا بنقدمه كلنا تقريبا هو اقدم شيك مفتوح ساعة او اكتر الكلام ده كان من سنة في عيد الحصاد وبيقول لما بنفتح لبنا وبنقدم الله بيكسر ضربات وبيصنع في البحر طريق وبيعدينا من الازبات فلما تحدى الازمة والهجمة اللي علي الكنيسة بعطاء مفتوح الرب اداني صوت والداني نبوة لي يا اسيس انا شايف ان الرب حل المشكلة وتنازل بصورة معجزية وقبل ما توصل اجيلك تليفون ولما توصل كمان هتلاقي المشكلة تحلت ففعلا كلموه وقالوله احنا عاوزين نبيع المكان لما وصل الاونر مالك المكان اجتمع به يوم الثلاث هو كان مسافر السبت والحد كنيسة الاثنين ما كانوش فضيل يوم الثلاث اجتمع به المالك وقال له احنا المكان ده بتاعك كاريزما ماجازين مجلة مشهورة جدا في امريكا مجلة كاريزماتية فيها معجزات وحاجات كتيرة وقالوله دور على حد يقيم المكان بكام واحنا كمان هنديلك اقل من التمن فقيمه المكان ب 12 مليون ووافق الاونر او المالك انه يبيعه للكنيسة بتسعة مليون فكأن العطاء المفتوح ده اللي بكم الف وفر 3 مليون وتحولت الكنيسة من مستقرين سبع سنين الى ملاك وانا حبيت اوري ويمكن الاخ مجدي بقى اعمل لنا عيدة انجل في المستقبل شهادة حقيقية من عيد الحصاد احنا بنستنى لما ديون تتسدد وبنستنى للمشاكل بتتحل هي بتتفاقب مش بتحل وهي بتزيد لان الرب هنا لما قال له لما انت بتقدم لأقرب صارق صارق معناها يقلة البركة ناس بتنهب فلوس بتضيع على امراض الامراض بتسرق والوقت بيسرق والدنيا بتسرقنا والحياة كلها سرقة فالحقيقة افضل تأمين في الوقت ده انه قال لهم حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك الكنز ده هو ايه العرس في المسيح ما فيش عرس مش بيكلف لما بتيجي تعمل فرح لابنك او بنتك مش بتقدم احسن فيه ناس بتصرف في الافرح مئات الالوف عشان ليلة الفرح فالنهاردة احنا عاوزين نفرح بتزديد المبلغ المتبقي لو بتبعت رسالة او اي حاجة اللي لسه مش شايف حاجة بالمبلغ المتبقي بيه و13 ولو نقدر حتى نكسر ال13 الصباح ونكمل في المساء بقى كويس فمن فضلك اتحرك ليه لانه بركات هذا العطاء اولا بتخلي فيه نور في الطريق تكون احقانا من منطقة لو احنا عاوزين نعيش في عرس العرس بيجي لما المشاكل تتحل أبدا لكن العرس اللي الرب وعد به ان احنا لما بنبيع ملنا ونقدم في الملكوت اللي بيحصل هتقدر الاحقاء تكون مجدودة الركب اللي ما بتقفش هتقف والركب المخلعة تتقوى وانتم مثلها وناسبة انا بدي هدية للعرس انتظرون سيدهم متى يرجع من العرس انا عايش في عرس سماوي وهو راجع من العرس ووعد انه عنقر الروح والعروس يقول تعال ومن يسمع فليقول تعال فانا بتحدك النهاردة لو في حزن لو في احباط لو في اي مرض نفسي قوم وقدم في عرس الرب يسوع وبيقول حتى اذا جاء يقرع وفتحونا له للوقت هل انت لاحظ انه في وقت للفرح في وقت الاستجابة في وقت للطاعة والرب النهاردة بيقولك في فرح سماوي بيجي بالكنز اللي احنا بنصنعه في السماويات تفتح الباب بس فتح الباب ده مش في اي وقت لما بتسمع الصوت للوقت فتحوا ليه طوبة لقليك العبيد الذين الناس يقولك لا يمكن العبيد دول احنا مش عبيد اه احنا ابناء بس بولس الرسول نفسه قال انه عبد اليسوع المسيح مش صحيح تسألوه طبعا طبعا فاحنا عبيد تجاه الخدمة طبعا تجاه الخدمة مستعدين فعلا زي ما الرب غسل ارجو للتلاميذ وخدمة كان العبد طبعا اللي بيخسل ارجو للتلاميذ الكلام دوان في ناس بتفسروا تفسيرات تانية لكن بولس الرسول اعظم واحد قال انه عبد اليسوع المسيح للخدمة ودول هيتمنطق الرب ويتقدمهم ويخدمهم بنفسه ويتكائهم مبارك استجيب للدعوة مد يدك لو عندك اي طلبة متعلقة بالحالة النفسية والروحية جرب فرح العطاء النهار يس فعلا زي الكتاب قال ادعوني فاجيبك واخبرك بعضاء معوائص لم تعرفها صحيحي اسيس انا الروح الكدس فعلا علمني لما تزنق اقدم يقول لي اول ما يبقى فيه زن اقدمي العمل وشوف انا هعمل ايه بشوف ازاي الرب بيفتح كواه عن اخرها عن اخرها لان هو الى امانة طيب معنا الاخت في ريال من لندن اهلا بيك يا اخت في ريال تفضلي حضرتك على الهوى سلام المسيح معاك سلام المسيح معاك ومع الاخ المبارك القس قالت اهلا بي اهلا بي يبارك اختي سلوى في رسالة طولة الرسول لأولى الى اهل كورتس افحاح تفعى عدد 16 يقول الوحي الالهي سلويل لي ان كنت لا أبشر يعني احنا اذا بشرنا كم عدد من الناس سيسمعون كلمة البشارة ورسالة الخلاط للناس خمسين مئة خمسمية يعني اكثر من هذا ما اعتقد احد يقدر يبشر يوصل هذا الرسالة الى هذا العدد لكن كناة الكرمة تصل الى الملايين الملايين من الناس اللي قلوبهم عطشانة اللي ضايعين تعيهين في قبضة قبضة ابليس ما يعرفون منه هو الاله الحقيقي كناة الكرمة هي تبشر بالربي يسوء المسيح له كل المجد وفي الجيل لوقا إسحاء عشر عدد سبعة قال المسيح له كل المجد بسمه الطاهر الفاعل مستحق إجراثه قناة الكرمة هي الفاعلة اللي توصل الرسالة الخلاص رسالة المسيح رسالة المحبة رسالة الحياة الأبدية الى العالم كله قناة الكرمة والشهادة أقولها أمام الله كل خدامها والضيوف اللي يتصرفونهم والبرامج كلها هي كلهم ممسوحين بالروح القدس ممسوحين بالروح القدس وإحنا نتعلم منهم الكثير والكثير والكثير في ملاخي يقول الوحي الإلهي هاتي جميع الأشور إلى الخزنة ليكون في دونك الطعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم قوى السموات وأفيت عليكم بركة حتى لا توتح لأول مرة يقول رب الجنود جربوني وفعلا يا أخو السلوة أنا أعرف من اختباري من تجاربنا ومن حياتنا الرب مهرقنا ببركاته مهرقنا ببركاته صدقيني عندي دفاتر كل يوم أكتب ببركات الرب علينا ليس فقط المال المادة لكن الأمان والسلام والفرح والباجة نحن عاشين على قبنا لكن نحس أنا وزوجي نحس إحنا مالكين العالم كله عاشي في قصور نمتكين العالم كله مفضل الرب إحنا إيش نقدم للرب كله من فضله كله من نعمه كله من بركاته قدم روحه قدم نفسه مات من أجلنا إيش هي الباونات أو الدولارات القليلة اللي يقدمها بالنسبة له أكتشل وأنا بصراحة جدا جدا حظينة لأنه إحنا لو كل مسيحي يكون شريك شهريا يحط مبلغ ولو كان بسيط إلى قناة الكرمة صدقيني حتى ما كان نحتاج إلى عيد الحفاث كان المبلغ المطارات كلها كانت تتحدث لأنه إحنا من التدمير ندفع الماء قوائم الماء والتهرباء والغاس والناس يروحون إلى المطاعم وإلى السفرات وإلى العطل ألف عافية عليهم بالعافية عليهم إحنا ما نقول لا وما ندين أحد لكن تجون ما تتوفرون حق الرب اللي فقط قليل شهريا لو كانت شهريا إحنا ندفع ما كان نحتاج ما كان نحتاج إلى عيد الحفاث وإلى أسابيع أسابيع حتى الناس تدفع اللي تقول أنا أنتظر الورث وأنتظر معاشي يا أخي العزيزة يا أخي العزيز من يقول أنت بكرة راح تستلم الورث من يقول ما الرب هاليوم يجي أفتع ياخذنا كلنا الورث راح يسيج له ومن وما تأخذ معانه انت مؤعطوا وشوفوا رب الجنود كيف جربوه كيف راح يأتيك من الكثير والكثير والكثير من خيراته من بركاته يا رب يا رب شكرا يسمي يسر أمين أنه اندعمون قناة الكرمى والقنوات المشيحية الأخرى حتى بالقدر لا تستهينون إذا أنت معطيت بسيط مدلس صدقوني الربي بارك الربي بارك الربي بارك مثل المرأة اللي ذكرها الربي اللي عقدت في السلسين لكن ذكرها هو مستور اسمه في الكتاب المقدس يا رب شكرا على شكرا أمين أنت فكرتاني بقصة قراتها عن واحد غني جداً يا أساس أليكس راحو له ناس خدام في البلد و قالوله احنا محتاجين لمبلغ معين فرح قالهم طيب يكفيكن فلسين الأرملاء أنا أقدر أديكم فلسين الأرملة هذا اللي عنده البزنس رحوله في البزنس بتاعه فقالوا له آه ده احنا يكفينا نص فلسين الأرملة فقال لهم خلاص بأنتوا كده أكرمتوني كمان يعني أنا هديكم نص فلسين الأرملة بس واحد من الخدام قال له بس خلي بالك أن فلسين الأرملة كان كل ما تمتلك وكل ما طلعت من بقك أن أنت هتقدم فلسين الأرملة يعني معناه هتقدم كل ما تمتلك فعندك استعداد أنك تدفع نص فلسين الأرملة يعني نص ما تمتلك طبعا هو بصلهم ومعرفش يرد عليهم فقال لهم لا ماينفعش كده يعني ده نص فلسين الأرملة يبقى أنا هديكم نص الثروة بتاعتي قال له وإنت قلت هدفع فلسين الأرملة وكان فلسين الأرملة هي كل ما تمتلك فعايزة أقولك أحيانا بنبخل على الرب جدا عارف يا أسيس لمجد الرب أقول كنت الأول فعلا أدفع حساب الرب وأدفع بزيادة لكن الروح القدس وصلني النقطة أني أدفع من غير ما أحسب وقول له إيه أنا هعيش إيه اللي محتاجه والباقي كله مليش دعوة به فأي احتياجة لقيه قدامي لا بحسب ده يبقى كام ولا يبقى إزاي ولا حاجة ألاقي نفسي أنا بطلع اللي موجود وأقول له أصلي ده من الأصل بتاعك أصلي ده من الأصل صدقوني صدقوني أقول الصدق في المسيح هو معيشني أغنى إنسانة في الدنيا لأني بحمل غنى المسيح حتى لما أي أول ما بقول أغنى إنسانة الناس بيبقوا فاكرين إن أنا عندي ملايين بالضبط كده لكن أقولهم لو تشوفوا الغنى اللي جوايا يسوى ملايين لكن أنا مايفرقش عندي كام لكن يفرق اللي عندي ده بتاعه هو في أي احتياج اللي يقولي عليه طلعي حطيه أقوله أنا رهني إشارتك عشان كده بستمتع ببركاته وحضوره وإحسانه ومجده إلى 24 ساعة سبعة يام في الأسبوع أحباء المشاهدين هنفتح الخطوط وناخد طلبات الصلاة بتاعتكم وناخد اختبارات لو تحبوا تشاركونا وحنسمع من الأسيس أليكس وحنشوف الروح القدس عايزة ووصلنا لإيه بس على فكرة النهاردة الروح القدس هيمتعك باختبار جديد استعد عشان تاخده استعد عشان تاخده الروح القدس حينقلك النهاردة نقلة روحية وفعلا حيحطك في برواز برواز رائع كده سماوي مكتوب عليه فلان الفلاني الوكيل الأمين فلان الفلانية الوكيلة الأمينة الروح القدس هيحطك في برواز خاص النهاردة وحيجعلك الوكيل الأمين اللي الكتاب النهاردة قال أقيمه أقيمه على كل أموالي أقيمه على خزائني وعلى فكرة في النهاية هيقولك نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا على القليل مهما كان عندك من ملايين فده في نظر الله قليل وقليل جدا بس لو أنت في البرواز بتاع الوكيل الأمين سيقيمك على أضعاف 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 ما عندك لأنه إله الأمانة عظيم الصنيع أحب بشكر وكيلة أمينة من نيوزيلندا بعتت رسالة جميلة بتقول الله يحفظك أسيس أليكس تبرع تاني أنا من نيوزيلندا في عيد الحصاد الأول الرب باركني أضعاف وصلاة من أجل الأولاد أنا بحب كده وإنت بتطلب طلبة صلاة قدم اللي تقدر عليه مش الصلاة تمنع فلوس ولا حاجة لكن وإنت بتسدد احتياج القرمة الله يسدد احتياجك المروي يروى وططعته فأختي عاوزة صلاة لأجل الولاد أتمنى أن الرب يملك على أقلوبهم ويبركهم بشكرك يا رب لأجل أختي مونا من نيوزيلندا بالإيمان يا رب بنضع عيدين على الأولاد الآن يصيروا قديسين في المسيح وهي بتسدد احتياجها يا رب سدد احتياجها في بيتها وسدد احتياجها في أولادها أنت بركتها أضعاف قبل كده وأنا واثق يا رب أن أضعاف أضعاف عاوز أقول لك اختبارات حلوة بتيجي من استراليا ومن نيوزيلندا كان مرة أخت كده جاية من نيوزيلندا بتقدم للرب بتقدم حياتها أو بتقدم وقتها أنا بشكر رب لك لقناة الكرم والأخ سامول لأنهم علمون العطاء بلا حدود أنا كان مستحيل أقدر أخدم 8 ساعات و 6 ساعات والنهاردة اليوم بكله لكن بقينا نتلزز بالجلسة في محضر رب واختساله وبقينا نحس بقوة الله فالحقيقة أنا بشكر رب لك لصامول والكارم اللي علمونا العطاء بلا حدود في أوقاتنا وفي مالنا ونستلزل أعداء في مجلس الرب فالأخت دي أنا اللي كانت جاية بتقدم للرب بتقول يا رب أنا بقدم عن ولادي وكان شيء عجيب جدا بتقول بقدم وقته وبقدم مالي لأن أغلى اللي عندي ولادي مش عاوزهم يضيعوا وبأمانة في 48 ساعة الأخت دي بعد ما قدمت مش بس بتقدم وقته بتقدم ماله بتقدم أفضل عندها صلينا صلوة في 24 ساعة وما كانش لسه المؤتمر خلص وإحنا بنصلي وبنطلب الرب جالها مكالمة الإبنة بيقول لها الإبنة كان على دراجز وعلى مخدرات وكده فبيتكلمها بقول لها مام أنا عندي خبر حلو ليكي أنا النهاردة وقفت المخدرات والسجار وقفت كل المالد من لحد كلمه ولا بعثنا له رسالة ولا حد وعز بس أم استثمرت في أولادها ويا ماما أنت لما هتيجي هتلاعيني شخص جديد طب لقدمناه الوعزة خلاصية ولا حد مثلا صلم عشان يسلم حاته للمسيح لكن في أم استثمرت عنه مكنتش موجودة أصلا عشان تجي لها المكالمة دي والموضوع لي سنين بيدمر في حياة الإبن طيب البنت كمان كانت ماشية مع شخص غير مسيحي والأم بتلتم عليها وجابوا كل الأسس وكل الكهنة وحاولوا معها كل الطرق وفي طريق باعت ملها وقدمت صدق من وقتها وصدق من ملها التليفون اللي تاني اللي جالها من بنتها تقول لها ماما أنا خلعت الدبلة مع الشخص الغير مسيحي والمؤمن وانت هترجع تلاقيني شخصية جديدة طب مين بالشارع طب مين قال لها الصلاة لاجلها طيب الأم استثمرت بأمانة طبعا اختبارين فقال من 24 ساعة مجدا للرب عن قوة العطاء اللي الأم دي عملته لأجل ولدها أنا بنجده كنت بتبعت الرسالة شجعنا كده زي الأخت مونة أنا واثق الرب يملك عليهم يعطيهم حياة جديدة بسم يسوع ابعت عطائك ورسلتك لأن ده اللي بيفتح باب السن آمين معنا الأخت جينان من لندن أهلا بيك يا أخت جينان تفضلي حضرتك مساء الخير مساء الخير أهلا بيك يا حبرة ربي بارككم على برنامجكم الرائع هذا ربي بارك ويبارك خناة الكرمة آمين حقيقة الينبوع اللي كلتنا بنرتوي منه ربي بارك شكرا كنت يعني من زمان أنا ما شاركت لكن فعلا مبدأ الزرع والحصاد مبدأ كتابي وإحنا نختبره كل يوم مو بس بأشياء يعني مادية لكن نختبره روحيا كل يوم خلال مع الناس خلال محبة المسيح خلال يعني غفران للناس اللي أسعوني لنا فهذا يعني يومي يعني تدريب عملي يومي يعني أنا بقدم كمان باسم ابني سايمون هو من خادم هو عمص طعال سنة يعزف للمسيح أصلي أنه ربي يستخدم لامتداد ملكوت وأشكركم اسمه سيمت ويتارككم شكرا اسمه اخت جينين سايمون 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 نصليه دلوقتي ربنا بشكرك جينين اللي استجابت للنداء وقدمت عن سايمون في اسم الرب يسوع تشوفي رجل الله وفي اسم الرب يسوع أنا شايفه بينمو في القامة والنعمة عند الله والناس والرب يفرح قلبك بأخبار سر هي بس سبب راحة وسبب مصر وسبب نعمة وسبب تقدم للبيت كله هتشوف ياد الرب بتستقر فعلا شكرا بعيات وعجاب وهتقول يا رب بنت اللي ربيت مشانا وهتقول يا رب بنت اللي كبرت مشانا لأننا لو قدمت أحسن اللي عندي سايمون ما كانش هيبقى بالحلاة والجمال دي زي أعمال الرب اللي هاملها فيه باركة اخت جينان وأسمع عنك كل خير والنبوة دي هتتحقق في حياته بكل دقة هتشوفي الرب اللي هيكبره وهينميه في كل عمل صالح أحسن من أي تربية بشرية أمين أمين بتوصل أنا بحط الطلبات عندي على الآيباد وهصليلها لفترة لغاية لما نشوف معجزات وآيات حقيقية بتحصل وتتصل وتشكره عمل الرب المعجز من خلال قناة الكرم كامين الحقيقة أنا يعني على قلبي قوي أقول كلمة عن الأسيس أليكس لمجد الرب بقول أن الأسيس أليكس قلمة قلمة يدخل أي برنامج ويطلع على الهوى ما يكونش عد على السكرتاريا وتبرع قلمة يعني بنسبة تسعين في المية إن لم يكن أكتر في كل مرة يقول لي ما أقدرش أطلع أخدم من غير ما يكون أكرمت الرب قبل ما أطلع أخدم عشان كده بنشوف الاختبارات اللي الرب بيمتعوا بيها والمجد والنعمة اللي الرب عطيها له أنا بعظم النعمة فيه جدا وبقول كده اللي ما يقدر الله أنا مش عارفة بيعمل كده ازاي بس هو ده الأتيتود بتاعه هو دي شخصيته اللي الروح القدس بيحرك من خلالها ربنا يبركك يا سيس أليكس أنا بحي النعمة فيك بأمانة رب يبركك أشكر ربنا لمراتي أيضا اللي أنا كل مرة جاي الكرمة تقول لي ادفع ادفع ما يهمكش يعني فعلا اللي وراها في العطاء سامية وهي بتقدم أكتر مني يعني أشكر رب ربنا يبرككم بجد يعني للعطاء عمل لنا مشاكل عائلية بل دايما بنتبارك ودايما الرب بيفتح كل مرة باجي أخدم في الكرمة لها نهضة جديدة بلد جديدة تفتحت طبعا فالحقيقة اللي الرب بيعمله يعني لما حضرتك بتقول عن غين المسيح الذي لا يستقصى يس أن الرب من خلالك أيضا وصلواتك بركات الشفاء والبركات الغير محدودة لأن المروير واللي بيعطي الله بيمتحن القلوب ولما سأله بطرس بقوله كلام ده لنا إحنا بس كتلاميذ ولا للناس كلها فالرب بوجه الرسالة لكل ألمان هو مين اللي عاوز يدخل في الوكيل الوكيل ما عندهش حاجة الوكيل بس بيتصرف في فلوس السيد وفي أملاك السيد زي ما هو يقول فهو بيطيع أمر السيد فيه ممتلكات نعم لاحنا نمتلك صحة ولاحنا نمتلك مال ولاحنا نمتلك صروة ولا أنا شخصيا ما ورستش أي حاجة عن بابا ولا ماما ولا أي حاجة لكن ورست من أبويا السماوي ورست سلامه وقواته وآياته وعجائبه وبتصرف في الوكيلة بتاعته كأنها لشيء لنا ونحن نملك كل شيء نحن نملك كل شيء انت بارك كبيرة واختصالها لا الرب يباركك وانا بتأثر بحياتك وعطائك الرب يباركك بتيجي الأيام كلها بتيجي ساعات طويلة مش بس لكن بتقدمي أفضل لعندك للرد والرد يقدم أفضل لعندك عبيد بطلين يا أسيس هو رادي يستخدمنا هو رادي يستخدمنا أحبانا مشاهدين هنطلع فاصل قصير وهنسمع ترنيمة رائعة وحنعود إليكم بعد دقائق قليلة ابقوا معنا اشتركوا في القناة بصيب عنك دعا الدنيا وشوف الحال اللي وصلنا له شوف كم واحد قالوا أنا مالي وكم واحد ركز على حاله مين هيقو مني اللي اتهد ومين هيكون النور للعالم ربنا حط في ايدك وازنة بلاش تدفنها وشغلها له دور على دورك ويلاقي وعرف ربنا خلقك ليه انت لغطة ولا هنا صدفة في دور لازم انت تقوم بيه في حاجة مستني يا ايدي وخطات جهزة ووقفة عالي ومتسبش مكانك فاضي وعمل حاجة فرحوي موسيقى كلنا هنا لنا اهمية ما حدش خارج من حساباته ربنا عايزك تبقى شهاد تبقى حكاية من حكاياته والأيام ما بتستناش تأجلنا وكل دقيقة تفري ممكن كلمة ترجع واحد ضايع وتغير له حياته تصور على دورك ويلاقيه وعرف ربنا خلقك ليه انت لغطة ولا هنا صدفة في دور لازم انت تقوم بيه في حاجة نشتني يا ايدي وخطات جهزة ووقفة عاليك ومتسبش مكانك فاضي وعمل حاجة تفرحو بيه واصل طرف النور للضلمة واسيب ويكمله من باقي بيه كم واحد وفسف طائق نور تهدي ومحبوس مش لاقي دوري ودورك بيكمل وبع وهمخلي للكلمة كلف في بيوت مهدومة وفي أراضي متشققه محتاجة سوائيه تطور على دورك ويلاقيه وعرف ربنا خلقك ليه انت لغطة ولا هنا صدفة في دور لازم انت تقوم بيه في حاجة نشتني يا ايدي واخدرك جهزة ووقف عديد ومتسبش مكانك فاضي وعمل حاجة تفرحو بيه اشتركوا في القناة اهلا بكم احباء المشاهدين مرة اخرى والوكيل الامين او حياة الوكيل الامين الوكيل الامين بيبقى امين لسيده مية في المية بيبقى امين مع نفسه بيبقى صفحة مفتوحة قدام سيده بيبقى امين مع الاخرين بيحفظ اسرار الاخرين بيبقى قلبه ناقي مع الاخرين بيبقى امين في عمله زي يوسف اللي كان امين في بيت فتفار اللي كان امين في السجن اللي كان امين في بيت فرعون الامانة زي دانيال اللي كان هو والفتية التلاتة كانوا عايشين بامانة امام الله لازم الوكيل يكون شخص امين علشان يقدر سيده يؤتمنه على الوكالة اللي هي سلمها له لازم عشان يقدر يسمر ويجيب سمر كثير ويكافأ اكثر من سيده اهلا بك مرة تانية اسيس الكس رب يبركك ويستخدمك اكتر واكتر في اسم الرب يسوع حضرتك عندك مكالمات جديدة بشكر الشعب الرب اللي بيستجيب ومش بيبعد طلبات وصلوات بس لكن بيبعد طلبات وصلوات وعطاءات ده اللي كان بيعمله الشعب في القديم والجديد زي ما كانوا كل يوم معا بيوظبوا على الصلاة والطلبة وكسر الخبز والصلوات كانوا بيوظبوا ايضا كل شيء مشترك بينهم ولم يكن لاحد احتياج فلما كانت الكنيسة بتشترك في تزديد كل احتياج الروح القدس كان بيحل على جميع الذين يسمعون الكلمة كان بيزلزل اماكن كان السجن بيتزلزل كانت افاسوس ارتميسة اللي بتسقط ليه لانه الله مش عاوز ناس تحب باللسان والكلام لكن عاوز ناس تغير العالم واحنا بنشوف من خلال قناة الكرمة انا من خلال قناة الكرمة يمكن كرست في عشرين او تلاتين دولة عن طريق ان الناس بتشوف الايات والعجاب وبتطلب هذا الروح الالهي وعمل روح الله في النبوة وفي المواهب المتكاملة واشكر رب ان الكرمة مش بتنكر المواهب الروحية لكن بتعترف بكل الكتاب اللي هو موحبه من الله لا بتقولك في حاجة محلت ولا مواهب انتهت ولا مواهب خلصت ولا اصفار معزوفة واصفار التكوين لا يصدق ولا بتساعدنا ان احنا نمارس قوة الله والانجيل الكامل اشكرك اختي سامية من السويد بتقول سلام المسيح معك اسيس اتبرع بمئة يورو غدا انا في السويد وتبرعت قبل اسبوعين اشكرك وانا شريكة شهرية بعنكاربة ارجو صلاة حرة من اجل اخي وامرأته يوجد مشاكل وتركة الاولاد واتحد معكم في الصلاة في اسم يسوع ويسدد كل الاحتياج بصلي لاجل اخوكي والزوجة والابناء الرب يرد قلوبهم ويرد انفسهم ويهديهم الى سبل البر ويرجعوا روح واحد ونفس واحدة وجسد واحد ويلاشي المشاكل الموجودة ويدي روح ابتضاع لحل المشاكل ويتوضع تحت يد الرب القوية وارفعهم في حينه شكرا لك اختصامي على الاستجابة كمان انا بكتب الطلبة وبكمل صلاة لاجلها في اوقاتي الخاصة شكرا امين امين اسيس ايه العلاقة والارتباط بين العطية وبين العرس الحقيقي والعريس ايه العلاقة بينهم؟ رائع جدا الحقيقة الرب عنده زيت الراح القدس وعنده وهب لينا كل القدرات والامكانيات في المسيح بيقولك قدراته الالهية وهبت لينا كل ما هو يجعلنا للصلاح والطاق فالهبة مش بتشتغل مع الناس البرد ولا الفترة لانك لا استبارد ولا حار انا مزمع ان اتقيعك من فمي لكن الله عاوز قلوب حر نحن نكون حرين في الروح عابدين الرب مبلغ زي ده بقى ايه تقفة مية و تلتاشر الف الكرمة بتوصل لمية مليون ومية وخمسين مليون مفيش حتى عشر مليون لو في عشر مليون بس عشر مليون تقريبا مية ألف بيدفع ثلاثة أدلار شهريا نقدر نسدد الاحتياج الشهري تلتمية ألف عشر مليون من المية والمية وخمسين مليون اللي بيشوفوا الكرم يا رب اللي عاوز حرارة في الروح الله عاوز يرتبط مع ناس بعمل وعاوز يرتبط معنا بوكالة وعاوز يعني بيقولها أنا زي الأولادة الذين عطنيهم الأب آيات وعجائب في قرى شريم وفي كل الأرض الله عاوز يرتبط بتغيير الأرض كلها لأن ليه الأرض وملؤها واللي بيدخل في خطة هذا العمل بيشغل المكنة يعني هي بيشغل المكنة الرب الصدقة دي اللي احنا بنقدمها وبنعمل مش بس بعبل بيها كياس ده بيعمل أفراح بيقول وانت بتقدم أحقاقها تكون مجدودة الوجع اللي فرجلك هيروح لما بيفتتح حزق جزء بان احنا بنبيع بالنا ونعطي صدقة الله بيضمن لنا أن احنا زي ما الشعب هو خارج من أرض مصر أحقاها كانت مجدودة فيهم الستين سنة والسبعين والثمانين والطفل بس الرب ضمن ليهم قيامة كاملة ضمن ليهم أيضا أنا بيقول سروجكم موقدة ما فيش حاجة اسمها كهرباء تنقطع ما فيش استنارة الاستنارة الإلهية النور اللي بينور كل إنسان واليودئ نورنا كل واحد بينور شبعة في الكرم زي ما كنا كده عاملين وبتقدم تبرع ده نورك انت الكهرباء مش هتنتفي لأنه النور لما بيتقطع الناس بتتخبط والنور لما بيتقطع الناس بتوع ما بتبقاش عارفة طبعا والنور لما بيتقطع ما بتقدرش تعمل حاجة لابتبقى شايف قدامك ولا غراك وممكن تتخبط وممكن يعني الظلمة عشان كده احنا جميعنا أبناء نور فواحنا بننور نور الكرم 24 ساعة سبعة أيام ده نور ليك في بيتك ونور في حياتك ونور لولادك كمان في العرس دول بيقول في عرس هنا الروح والعروس يقول تعال خطبتكم لرجل واحد وإحنا في مرحلة الاستعداد للزفاف يعني هتعيش حياتك على الأرض في عرس ولما يجي العريس هتفتح له بفرح لما هنظهر لأن احنا هنظهر قدام كرس المسيح وهدي حساب عن حياتي أنا عملت إيه في الجسد خير أم شر اشتركت في توصيل الرسالة أنا كان أكتر فرح بقدر أعبر عنه هو فرح الملكوت وعرس الملكوت واللي عايش أكل وأشرب لأني غدا أموت ناس كتير يمكن 40% من البشر مصابين بأمراض نفسية ومحبطة لأنه مفيش هدف أبدي مفيش هدف بعيد عايش لأجله مفيش عطاء هو داخل فيه يقدر يقدم أكتر يا نفسي كوشي وحوشي أتعس ناس في الوجود مثلا زي أونسيس الملياردير اللي هو كان أغنى إنسان في العالم مات منتحر يعني لما نشوف مثلا بلكة إنجلترا والقصص اللي حصلت دليدة اللي كانت بتغني برضو ماتت منتحرة والمغني المشهور اللي هنا في كاليفورنيا كان اسمه أي دون اللي هو كان أشهر مغني برضو يعني كان كل العالم بيقلد رأساته بيقلد أغنياته مايكل جاكسون أيوة يعني دولا أشهر ناس العالم بيفتكر إن الطرب والمزيكة بتاعتهم هتقدم ليهم شيء من الفرق بيسعدوا الناس بس مش عارفين يسعدوا نفسهم أه بس سعادة وقتية يعني بساعة لوقت فرح الشرير هو إلى لحظة إلى لحظة فرح الفاجر فرح الرب إلى الأبد فأنا أدعوك النهاردة أدخل في خطة العرس الأبدي العرس اللي هتنعم به في الأرض وفي الأبدية أفرح لا تنتهي إزاي؟ بأن إحنا نبيع مالنا ونعطي صدقة المال ده بيرجع كله للرب لكن بينسيبه لي نبيه رغم أنه بتاعي بس بقول هو بتاعك رغم أنه ملك الرب في كل شيء لكن بقولك اختبرني لأن أنا أعطيت الإبن الوحيد العطية التي لا يعبر عنها شخص ربنا يسوع التي لا يسويها لا دهب ولا فضة العالم فأمد إيدك واشترك في الفرح الأبدي وأنت بتدخل في خطة العرس العضاء اللي ما بتتحركش هتتحرك والرجل اللي ما بتقومش هتمشي والنور الضلمة اللي في بيتك هتنتهي وينقشع الظلام في اسم يسوع مكدا للرب مبارك اسم الرب كنت بتأمل في كلمة العطاء فبقول يعني كلمة عطاء آه بندي بس هي إيه يعني روحيا أقدر أسميها إيه فلقيت أن اسمها طاعة لوصايا الله العطاء هو طاعة لوصايا الله لما بيقول أعطوا تعطوا يعني أنتوا قدموا وأنا هقدم لكم أنتوا وروني أنا غالي عليكم قد إيه لأن أنا ورتكم أنتوا غاليين علي قد إيه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء فعلشان كده الطاعة هي العطاء هو طاعة لوصايا الله طيب الطاعة العطاء ده هل ده امتياز هل ده مسئولية يعتبر إيه بالظبط فبحثت عنه لقيت العطاء هو واجب واجب ينبغي أن أفعله وأقوم به وأقدمه للمسؤول زي ما بيقولوا هومورك الولاد وبيقدموا الهومورك للمس بتاعتهم للمدرسة للامتحان أي حاجة بتتقدم فبالظبط العطاء هو واجب ينبغي أن أهتم به كما أهتم بسائر أنواع حياتي وزي ما بقى عايز الرب أنه يديني ويقدم لي ويهتم بي أنا بقدم وبقوله أنت تستحق يا رب وهذا واجب علي قبل ما أجي الحلقة قريت قصة عن ولد صغير تقابل مع شخص غني فالشخص الغني بيبصله كده بشمئزاز وبيقوله إيه منظرك ده؟ مالك ماشي كده حافي وهدومك مقطعة ومنظرك وحش يعني وبعدين بتروح مدرس الأحد بشوفك داخل الكنيسة وطلع من الكنيسة بالمنظر ده هو المسيح اللي أنت بتعبده مش قادر يجيب لك هدوم تلبسها وتكسي منظرك ده ويجيب لك شوز تلبسه فالولد الشاب مش هو مش شاب هو طفل في حدود عشر اتناشر سنة قال له الحقيقة الرب يسوع أوصى الأغنياء أن يكسوا الفقراء ويعطوهم فإن كانوا الأغنياء قد أهملوا أن يقوموا بهذا الواجب الإلهي فهذه مسؤوليتهم وليس مسؤوليتي طبعا هو لما سمع الكلام ده اتكسف ورح خط بعضه ومشي لأن هذه هي مسؤوليتك أيها الأخ الذي يعطيك الرب إمكانيات لتكسو الفقير لتقدم للآخر وتقدم للمحتاج كان هذا صوت الطفل للرجل الغني الذي كان يعيره بفقره خلي بالك خلي بالك منك الجميع كل حاجة بتاعتك زي ما قال أسيس أليكس وإن كنا بندي فإحنا بندي من خيرك الفائد علينا لكي نغيس إعياء الإنسان الذي يستغيس بنا معك تلوط صلى أسيس تفضل فيه بعد رسالة حبارة آه فيه رسالة تفضل بشكر الأخت نادا بوتروس بتقول السيسنا أرجو أن طيب أنا آسف أني ذكرت الاسم أخت اتبرعت ب700 دولار وهي بتتبرع ب300 الرب يبركك ويديك نعمة وبشكر أيضا حد تاني هنا قد بعت رسالة على المسنجر أو أكساب ناس بعتها بتشكر على الرسالة وناس بعتها بتشكر على نعمة الله وعلى بركة الرب اللي بتغني وبتقول أختك كريمة أنا بحب أطلب صلى لكل مادة امتحان لبنتي بكرة امتحان كيميا وبنصلي من أجل حضرتك وأختي سلوة أنا تبرعت ب12 ألف جديد مصري هللويا بشكرك أفتي كريمة وال12 ألف دول يتضعف نجاحات على بنتك في كل هذه المواد وتتكلمي وتشهدي أن إله السماء استثمر عطيتك عطية الوكيل الأمين اللي الرب ويقعد بالزيادة بيقولك يعني لو أمين أنا أقيم على جميع أموال في ناس يقولك إحنا بند يوم وننتظرش حاجة التعليم خاطئ لأن كل وعود الرب عن العطاء مش فيها مقابل أن أنا بدي وبنتظر مقابل أنا حتى وأنا بدي للرب وباجي في الكرمة وبقدم هنا هو بلاي هو اللي بيكبرني على الاقتناع بالتعليم أنه أعطو طاعتو كيلا ملبدا أنا مش بقوله يا رب أنا بدي مية ولا بدي ألف منتظر منك عشر تلاف ما بقولش كده لكن يعني تخيل أنك رح تقدمت هدية لصديق أو لأخوك في عيد ميلاده ولا عيد جوازه بتقوله أنا منتظر رد الهدية بتاعتك لما يجي عيد ميلادي ولا جوازي ما بيحصلش لكن زوقيا زوقيا يعني أنه الأمين الشخص العادي بيرد على الهدية بهدية لكن محدش عمره بيدي هدية لحد بقوله أنا منتظر رد الجميل ومنتظر بس إيه دي حاجة في التعاملات يعني حاجة طبعية بشكرك أختي بتقول في كل مرة بتبرع المرة اللي بعدها بتبارك أكتر وأكتر حفظي البركة وحفظي النعمة وإنا بتنبع على بنتك وعلى كل الطلاب اللي في السنوية اللي بعتين طلبات نجاح في الكيميا ونجاح في كل المواد وشكرا على تبرعك بالـ 12 ألف والرب بيكمل اختبار تاني بيقول أسيس أشكر الصلاة لأختي الرب بتمجد ما كانتش بتوقف هو لا بتتحرك وإحنا بنقوله عن الحركة وقفت على رجليها وخطت وبتمشي وتحسنت بنشكر الرب وهي بتمشي من الشلل حركي عدم حركة بقت بتمشي بيك نحيا ونتحرك ونوجه هاللويا احنا بنكرس بإله حقيقي إله حركي إله عاوز يتمجد في كل تحركات حياتنا بشكركم أحبايا وانتوا بتستجيبوا في هذه الطلبات وفي هذا العمل الرب رسالة تانية من الأختمنا بتقول الرب يحميكم ويساق حواليكم انتم والعملين في الكرمة بشكركم على كل الاستجابات وبناخد شوية طلبات صلاة ايه اجريت فحص لأعضاء الجنين والجنين بألف خير انا مش عارف القصة من الاول ايه لكن رأت الطبيبة انه غرف المخ اليسار اكبر بقليل من المخ اليمين وارسلنا عند طبيب مختص للمخ للجينات وقال لنا الحجم الطبيعي عادي ولكن طلب فحص آخر فارجو صلوات حتى اكبر حج غرف المخ بشكل طبيعي ويكونوا متساويين وارجو رسالة القصة سام والقصة والاخت سلوة بنصلي في اسم الرب يسوع انا عاوز اخد طلبات الصلاة بس مشغول نعلم عن العطاء ونصلي علشان ده وقت احتياج في القناة وخلاص احنا قاربنا على الانتهاء في المية وطلتاشر فنفسي وانت بتبعت طلبة الصلاة ابعت عطائك مع طلبة الصلاة اسمي يسوع مفيش شريك بيدخل في شركة مجانا لكن احنا شركاء المجد وشركاء الميراث والرب في رسالة يعوب بيقول ارني ايمانك باعمالك ارني ابونا ابراهيب لم يتبرر بالايمان فقط ولكن عشر عشر ملكي صادق وملكي سليم عشر عن النصرة وعشر عن الغلبة وعشر عن اللي جاي والنسل اللي جاي وبالعشر بتاعه ده وان ايه اللي حصل دخل طلع من نسله نسل كهانوت اسمه من نسل الله بقول حتى قبل ما ييجي اللاوي وقبل ما ييجي الكاهن هو كان بيعشر لنسل مقدس تخيل انه العشور والتقدمة اللي قدمها ابراهيم لملكي صادق وسليم خلقت صبت بحاله صبت كهنة صبت خدام للرب فدخلت في حساب الخدمة واحنا هنصلي للطلبات انا عاوز يعني ان احنا فعلا نتحرك بعطاء فهل لازم نقول اسماء ولا نكمل تعليم عن العطاء يعني نصلي شوية لأجل طلبات الصلاة وحنكمل بعد الظهر برضو عن العطاء احنا منتظرين يا امين الرب النهاردة هنصلي الرب يخلص المئة الف اللي بقى يا اسمي لان فعلا كل اللي بيقعد على الستيج دبنا يعني بالذات الاخ سمول انا الحقيقة صعبان علي جدا ده انا بناش ده اللي خد يوم راح بيبقى مش قادر هو فعلا ومش عارف وتعبان وبيبقى الواحد خايف عليه هو سايق مروح فيعني احنا النهاردة بعد ما نشوفت البط صلاة هنصلي ان الرب يخلص المبلغ بالإيمان بعد الضهر في اسم يسوع ونحتفل بقى ان شاء الله ونقول عظم الرب العمل معنا ومتوقعين ان الرب يتمجد مجد من غير حدود واحنا واسقين ان الهنا غني انا بقوله يا رب انت ممكن تؤمر الحجارة انها تبقى فلوس انت ممكن تخلق لنا فلوس ونلاقيها قدامنا لكن انت مش عايز تعمل كده انت عايز نقدم لك صدى حبك انت عايز نقدم لك قلب ممنون لجمالك اللي مغرقانا واذا كان السيس أليكسي بتكلم عن الناس الرب رد لهم اضعاف وانا عندي اختبارات كتير جدا لكن عايز اقول حفظ الرب لولادك ده اعظم اختبار حفظ الرب ليك وانت سايق يا ممرات كتيرة كنت سايق وانت نايم والرب حماك يا ما في حوادث الولاد عملوها والرب نجاهم واقامهم سلام يا ما يا ما لما هنفضل نعدد احسانات الله هنقوله فعلا يا رب من احساناتك اننا لم نفنى لان مراحمك لا تزول هي جديدة علينا في كل صباح يا رب يا رب كثيرة امانتك كثيرا جدا 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 امانتك فهو اله امانة بكل المقيس وعمره ما حيبات ما ديون لك وعمره ما حينسى انك بتقدم في عمله عشان النفوس المسكينة الهيكة لمخها مخسول بمياه شيطانية الرب يفوقها ويعرفها الحقيقة ويجيبها الملكوته وتكمل الكنيسة وييجي الحبيب ياخدنا للعرس السماو اللي كان بيقول عليه الأسيس أليكس عارفة أخت السلوة ايه البديل للعرس التباطئ في العطاء واننا اقول لا بكرة ولا بعده واحنا عاوزين يعني الروح والعروس لما يجلنا في لول لما نقدر خطورة التأخر لو يعني عارفة هنا في أمريكا مثلا لو واحد عنده ديون للضرائي كل يوم بيتأخر بيحسبوا عليه فايدة فايدة مضاعفة فلو عليه ألفين بيتفعها أربعة وكل ما يستنى بيتفعها خمسة والكريدت يا أسيس والكريدت بيبوز الكريدت بتاعنا لما بنتأخر يوم كله غرامة 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 فالتأخير في العطية بيعمل ايه هنا في الكتاب بيقول طوبة لذلك العبد إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا يعني لو الرب جيه نهاردة جيه بكرة يفعل هكذا طب لو ما عملناش كده ايه بديل ان انا اسمع صوت الله في مالي وفي حياتي البديل العبد دول لما يقول بكرة وبعده ويأجل يدخل عنف يبدأ يضرب تلاقي الزوج يضرب مراته تلاقي الأخ بيعذب أخوه بيعذب ليه تخيل عدم الأمانة في الأموال وعدم الأمانة في العطاء للرب تولد عنف عنف عائلي عنف أسري عنف في كل مكان يصل لدرجة القتل أيضا الانتظار وعدم سماع صوت الرب في هذا الأمر الشخص ده بيبع عنده جواري يعني بيمشي ماشي بطال أو دولة يفشي حاجة اسمها جواري لكن ماشي في الخطية عينهم الشبعانة بالعرس الحقيقي بيدور على العرس مع الخدامات ومع الجواري وبيجينا اتصالات كتير كتير ناس يقول لك مؤمنين وشماس ورئيس شمامسة ماشي وراء الجواري ماشي بالمجرى بيدور على خدامة لم أخذر يعني تخيل عدم حياة الإنسان في العرس بتخليه دور على أفراح الجواري كمان عدم أننا أكون في المعاد مع الرب وأفرح في العرس السماوي بيعمل إيه يأكل وأشرب وأسقل يخش في الكحولات يخش في الإدمان كل ده احنا مش واخدين بالنا من خطورة الموضوع كل حياته أكل وشربه وسكر يختمها بالبيرة بالالكهول بكل ومشكلة إدمان كتير بيقوله مؤمنين ومجددين بيقوله تذكر بالخمر الذي فيه الخلاعة كم خطية بيقع فيها الإنسان اللي بينتظر وبيأجل الضرب العنف ويقع في خطية الجواري ويقع في الأكل والشرب والسكر والإدمان في يأتي ده يأتي سيد زلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرف في يقولك حصل موت مفاجئ لا سمح الله حصل سكتة قلبية خبط في عربية خبط كنساة في أمان الله ودخل في عمود وكذا كل ده التأجيل فإننا لا أكون وكيل أمين وأسمع صوت الله في موعده أيضا يقول يجعل نصيبه مع الخائنين يعني ياريت تكون المجازة بس في الأرض أو عمل حدثة ومات أو سكر ومات أو انتهى لكن النصيب تعيش الأبدية مع إيه خائنين تبص العنين اللي حواليك تلاقيها كده حبرة من كتر الخمرة وكده الوجوه مشوهة تعيش في تشويه حياة أرضية وحياة أبادية أهم ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إراداته فيضرب كثيرا لو في ضربات النهاردة ضربات جاية على العائلة ضربات على الحياة ضربات من أي نوع افتدي نفسك بإنك تسلم ألمك للرب وإنك تصنع أيضا زي ما قال الكتاب بيعوا مالك ومعطوا صدق نقول اسمع بسرعة في خمس دقائق أسيس وجاتنا طلبة صلاة من الأخت حنان بتصلي أن أولادها كلهم يعرفوا الرب وابنها الرب يساعدوا في الامتحانات فدي طلبة صلاة جات دلوقتي وإحنا قدامنا خمس دقائق بارك يا رب الأخت حنان بشكرك لعجل شعب الرب اللي بياخد خطوات استعداد دخول في العرس الحقيقي والفرح الحقيقي وبيشترك وبيمدي إيده في العمل بنصلي من أجل ابنها اسمها ليديا وأخت بتطب الصلاة لزوجها يعرف الرب ويبطل الشرب ويتعامل معه الكلام اللي احنا بنقول هو جاي في طلبة الصرب يعرف الرب بص لما أنا بعمل كده بوقف تأثير الشرب وتأثير الكحول وتأثير الضرب والعنف العائلي ويتعامل مع زوجته وأولاده شوفي اللي احنا بتكلم عليه أخت صلوة هو في طلبة الصرب طريقة مهزبة طيب دخلت وكيل أمين مع الرب عشان يمنع الضرب ويمنع الإهانة في اسم الرب يسوع الرب يبارك ويعطي تغيير في الاتجاه الأخت نجاة صلى لأجل زوجها الرب يلمسه بالشفاء وتتبرع بتين دولار عن أولادها يباركك الرب ويلمس الزوب ويبارك الأولاد ويعطي الشفاء أيضا بنت الرب من مصر عملية في الأخت حنان اللي طلبت لأجل لأولادها باركهم واحسن إليهم ويعطيهم نعمة والأخت اللي عايزة معجزة لتعمل عملية مد يدك نحو الشاشة لو عندك احتياج من أي نوع قل له يا رب أسق إن قوة دمك والعطية اللي أنا بقدمها الآن يا رب واعطي صدقة بتعمل كنز في السماء توقف كل مرض وكل تعب بنت الرب ابنها يلاقي عروسة وانت بتشترك في العرس السماوي وانت بتقدم في عرس يسوع ابنك وبنتك هتلاقي أحلى عروسة وابنها تاني يقرب من الرب وكل يلاقي شغل في اسم الرب لقى لأجل أبوه يلاقي شغلانا هو وأبوه يلاقي شغل ورحمة الرب يلمسك بالشفاء ونبيل الرب يفتح الأبواب للعمل وصحر جيكم الرب يبارككم ويحفظكم ويهدي خطواتكم وصلا لأجل الطفل ماثيو والطفل ميشيل بالخير والبركة بنت الرب بنصلي الرب يشفي الاكتئاب يا رب بارك الكرمة بارك أخونا سماويل وكل اللي سيروا في حلقات الحصاد والأيام الأخيرة اللي بقية كل الحصاد بقودك وتزديد الاحتياج واحفظ أخونا سامويل وكل خدامك كارم اختسالوا وليديا وإنجي وأمل أنت عارفهم باسمهم والأخوة مجدي وكله يا رب أنت عارف كل واحد باسم في الإخراج وفي التصوير والذين لاجدوا راح على أنفسهم بارك عائلاتهم بارك نفوسهم شددهم امسك يا منهم أيها القضية أخي جرجيت الرب يشفيكي وإيفون يشفي ألم الضهر وبنت الرب مسافرة بلد بعيدة الرب يكون معاك والارتباط الصالح لعلاء وألحان ومريم نصلي الأجل كل الطلبات كل الطلبات يا رب اللي باقي بنضعها من إيديك بسم يسوع ومسك رب الليك سمعت واستجبت المريد أنت تشفيه والضعيف أنت تقويه واللي بيدور على جوب واللي في غايبوبة ونزلاء المستشفيات تتنازل إليهم بحسب غناك في المر بسم يسوع آمين شكرا لك يا أسيس آلكس ربي باركك فعلا الوكيل الأمين شخص محظوظ عايز أقول لكل واحد يا بختك لو انطبق عليك هذا القول وعلشان ينطبق عليك لازم الروح القدس يكتب لك شهادة ممضية من السماء إنك ضمن الوكلاء الأمناء فإنت تعالى وصلي وتعالي وصلي واسأل الروح القدس وقل له هل هذا الكلام ينطبق علي إن كان أيوة بقول لك يا بختك الرب يكمل عمله فيك ويتمجد معاك مجد من غير حدود وإن كان لسه شوية قل له بأمانة كده ماذا تريد مني يا رب أن أفعل إنت عايزني أعمل إيه إحنا مش بنتكلم عشان الناس لازم تتبرع بحاجة فوق طقتها وإن كان الرب بيقول إن فيه ناس بتعمل كده لكن عايز أقول لك في حدود طقتك مجد الرب مش إحنا مجد اسم المسيح وعرف من هو المسيح للإنسان المحتاج المسكين اللي بينادي علينا كلنا وبيقول أعبره إلينا وأعينونا وعرفونا من هو الإله الحقيقي أنا بصلي إن الله يقيم أمناء وكلاء أمناء النهاردة والأيام اللي جاية ومتبرعين شهريين لمجد اسمه وحده وإن النهاردة بنعمة المسيح بعد الظهر في الفند الحلقة بتاعت الفند نكون بنكرم الرب و بنقوله اجعلني وكيل أمين حسب قلبك بنشكركم أحبانا المشاهدين لأجل متابعتكم معنا ونلتقي بكم في الأيام القادمة والأسابيع القادمة وأطلبوا تجدوا منتظرنا الأسبوع الجاي إن شاء الله والرب تأنف مجيئه انتظرونا وحنكون معاكم في الحلقات القادمة بنعمة الرب الرب معكم ويحفظكم ويبارك حياتكم جميعا وإلى اللقاء ثبتنا يا إليه في الكلمة باركنا أنت يا رب النعم اجعلنا أغصاداً مثبرة في الكرمى في الكرمى نحمل الرجال وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمى في الكرمى نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمى 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 ترجمة نانسي قنقر